والصبر ليس استسلاماً للقدر المكروه بل الصبر هو ما يقابل به القدر لتحمل البلاء وما يكرى ولطلب ما يخرج به من ذلك الضيق كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما رجع بالناس عن الشام وقد نزل بها بلاء الطاعون فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين قال ليت غيرك قالها يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله فنحن نفر من الأقدار المكروهة إلى الأقدار المحبوبة وكل بقضاء وقدر